ده بموضوع الموضوع ده وأنا خاجل جدا 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 وأبقى أعتذر لحضراتكم مؤدما كويس؟ بس عايز أقول لحضراتكم يعني إيه؟ هقول لكم على حاجة النهاردة تم تبادل بيانات وتداول فيديوهات ودايما بيتقال للإعلام من غير الإعلاميين من الجمهور وده حقهم بيتقال لهم لازم تراعوا الصياق لازم ما تاخدوش كلمتين من مكان وتفسروهم وتلففوهم وتسيوا استخدامهم لهوى ما في النفس هشوف مع حضراتكم فيديو عشان تعرفوا إيه اللي حصل ونتكلم بالتفصيل شوية عن الموضوع ده للأسف الشديد أنا قلتها قبل كده غريبة قوي بقالي 30 سنة بشتغل في الشغلانة دي وبقالي 3-4 شهر اسمي بيه بقى هو الخبر عمر ما كان اسمي هو الخبر ولا كنت بسعى في لحظة من اللحظات أن اسمي يبقى هو الخبر بس هنشوف الضبط إيه اللي جاره وبعد كده أقول لحضراتكم نسختي وروايتي وأنا يعني أدعي لنفسي أنه رصيد ما بين الكاميرا دي والفريق ده وأنا وحضراتكم رصيد يسمح لي أنه يبقى لي شوية مصدقية يعني كويسين شوفوا معي من حقي أن أنا سيطر على مسألة دي ولا مش من حقي من حقي أن أنا ما جيبش خالص نعم وواجب علي أن أنا ما جيبش خالص وواجب علي أني ما تجوزس أصلا أنت روحت لل على طول من الأول من الأصل الأصيل ليه ناحية تانية ليه تتكلم على ناس الإسلام أجاز وأباح لهم الزواج هم مين اللي ما بتقلش في الإعلام اللي ما بتقلش هم الجمعة في خطبة الجمعة أنا أقوله لك اللي دي قالب بيه في النكاح والزواج الجواز منه واجب ومنه حرام ومنه مكروه ومنه مندوب قبل ما نبدأ فيه سيبنا ليه المقدمة الخطيرة دي اللي أنا بدرسها مع الطلبة في قولية الدراسات العليا قسم الفخ العام طب اشتح لي الأربعة بقى واحد متى يجب الزواج متى يكون الزواج واجبا طب ايه حكتين القدرة على الإنفاق والقدرة على معاشرة المرأة هنا هنا واجب لو عندك البندين دول يبقى واجب يزني يعني ما هو حيموت على امرأة وفي نفس الوقت قادر يفتح بيه طيب تحققت فيه الباقة والباقة لفظ جامع للتنين على فكرة مش مادية بس الباقة جامع للتنين القدرة على تسيير الحياة كريمة محترمة من جد شكاوي وطوابير قدام المحاكم لا وبكل اللي فيها بقى بتوازن نفسي وباستيعاب وفي نفس الوقت الرغبة في معاشرات الحريب تعالى بقى الديني جملة في النص تلت تربع سكان مصر جايين من زيجات حرام بس ثانية واحدة يا سيد أحمد بالفضلك العداد اللي حضراتكم شايفينه على الهوى ده احنا بسميه في شغلتنا عداد التايم كود ده الوقت الخاص بالصورة اللي حضراتكم شايفينها الحوار ده كان مبارح مع الدكتور مبروك عطية والدكتور مبروك عطية هو واحد من الكبار في تخصصه هو عميد سابق لكلية أصول الدين وعند النقطة دي الفيديو ده تم إعادة توزيعه واتبنى عليه أحكام واتقال عليه بيانات لكن على طريقة ولا تقربه الصلاة ما تمش عرض ولا سياق الحوار اللي هو كان خمسة وعشرين دقيقة ويريتهم أنه مثلا الحوار ده ما تمش متابعته للآخر لا ده كان الرد والشرح والتوضيع والتوضيح في العشرين سنية اللي بعد الجملة دي تابعوا معنا وشوفوا حضراتكم المقصود لا لا دي جملة خطر حق بالراحة أنا عليك بقولي الزواج زوجتك واثنين شهود بقى زواج شرعي ولكنه حرام معلشه برضو أنا محتفظ أنه ده جملة خطر قطع الكتب قطع الكتب على طول نتفنها طب لا أقول لي ليه يعني أنت محرم جوازات كده وإحنا عاديين نتفنها يا بيه غير القادر على الباقة جوازته حرام اللي يجوزه حرام عليه اللي يجوزه أيوة مش اللي يجوز و هو لما يطلب الجواز حرام عليه الناس ثقافتها اجبر اتجوز أفرح بعيالك اجبر اتجوز حنتجوز من حق و أنا من حق يبقى أقول لحضراتكم الموضوع أو أستسمح الأستاذ والصديق الأستاذ عمر أديب أن يقول الحكاية ومن حق يقول لحضراتكم برضو أنا راجل من حق أفخر بها بصراحة دي النقطة اللي أنا أفخر بها في حياتي قدري حظي القدر حطني في الحتة دي أنا اتعلمت الصحافة على إيد أسدزة أسدزة أسدزتي كنت عائل صغير و أنا بس مع صوت فتحي غانم بيتكلم عن الأضايا الصحفية ولما كبرت كنت منائش الأستاذ محمد حسنين هيكل عن الصحافة في مرحلة صعبة جدا من تاريخنا سمعت محمود السعداني بيتكلم عن الصحافة أعدت في مكتب صلاح عبدالصبور وهو بيتكلم عن الصحافة والفن والأدب والرواية أقول لكم أسماء مين ولا مين ولا مين اتعلمت على إيد أول واحد بص على الشاشة في العالم العربي كله اللي هو الله يرحمه الأستاذ صلاح زاكي سمعت إذاعيين بيسجلوا شغلهم وبيتعاملوا مع شغلهم إزاي زي الأستاذ طهرب وزيد الله يرحمه واحد من أهم رواد العمل الإذاعي في مصر اتعلمت من الأستاذ محمود سلطان اتنقلت الصحبية من أبويا ليا مع الأستاذ الله يرحمه عمي وخالي عبدالرحمن الأبنودي فهم علش أنا راجل بمشي مفروض الظهر مستقيم الظهر مرفوع الرأس وفي مثل باللغة الإنجليزية بيقولوا إيه بيقولوا took the gloves off يعني ألع الجوانتي أنا بقالي في شغلي طول عمري لابس الجوانتي لكن أقولها لكم بالعربي واللغة لما نحتكم ليها يبقى نذهب للقرآن إذا كتب عليكم القتال وهو كرهن لكم لأنه اللي حصل مع كامل الاحترام وأنا هنا بتكلم على مستوى مهني أنا اللي خصني المهنة أنا عارف أنه المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها وبنتملها وفخور جدا بوجودي فيها أصدارة بيان والبيان ده في عدد من النقط سواء على المستوى القانوني أو على المستوى المهني أو على مستوى الإطار العام لممارسة العمل التلفزيوني والصحفي فالمؤسسة دي أكبر مني وأقدر مني أنها تتعامل وفقا لما تراه لكن أنا هنا بتكلم علي خصني أنا بقى صدر في 2019 قرار بتعيين الأستاذ طارق سعدة قائما بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلامية وأنا بطلب من الأستاذ طارق سعدة إذا كنا احنا بنتكلم عن المهنة أن احنا نمارس اللي بنتطلبه من الناس يعني لجنة تأسيس لنقابة الإعلاميين لازم أنها لما تطلب من الناس عدم الإجتزاء أو أنها تتعامل مع السياق ما يصحش أنها تكتب بيان وفي البيان تحط فيديو وبالمناسبة عرض الفيديو ده في القوانين المحلية والقوانين الدولية غلط لأنك لا تملك هذا الفيديو لا تملك هذه الصور ومش أنت صاحب القدرة على إزاعتها لكن ما علينا إذا كنا نتكلم عن المهنة فيبقى الاجتزاء جريمة إحنا بنطلب دايما من الناس أنهم ما يعملوش اجتزاء لكلامنا بنطلب ياما مصر كلها المجتمع المصري في السنين القريبة قوي اللي فاتت دي على فكرة كانت بتعاني من ناس برا مصر بيجتزئوا كل تصريح بيتقال ويخرجوه من سياقه ويعملوا بيه مشكلة بيعملوا بيه مشكلة أنا مش هقول ضد الدولة ومش هقول ضد الرئيس لأنه زي ما سياق الرئيس قال من 48 ساعة بالضبط بالمناسبة الدولة دي هي أنا والرئاسة والحكومة وحضرتك وحضرتك وكلنا ده تعريف الدولة تعريف الدولة إن إحنا كلنا عنينا من كلمة الاجتزاء والممارسة غير المهنية فلما نطلب من حد إنه يلتزم المهنية من مارسش إحنا الجريمة الجريمة هي الاكتزاء زي ما حضراتكم شفته الحوار ده تم مع واحد زي ما قلت لحضراتكم من العلماء في مجاله تخيلوا إنه يشار له في البيان اللي صدر من الأستاذ طارق سعدة بإنه ينطق بما لا يعي عميد كلية أصول الدين السابق ينطق بما لا يعي الإشارة لشريف عامر في اللحظة دي كانت إيه؟ كانت استمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السمح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري عند كده بقى يا عم طارق ونقف أنا لن أسمح لأي كائن من كان إنه يقول على المواطن شريف عامر إنه بيساعد أو يحرد أو يتفق على كد أو يهين الشعب المصري فياريت انتقاء الألفاظ بناءً على التصرف مش الاجتزاء اللي أنا معرفش إيه هواء بالإضافة بقى إن كلمة استمراره وكنت يعني كان من الممكن أن تقوم بعمل أفضل في سياغة البيان ده استمراره في ارتكاب المخالفات المهنية فين حضرتك كلمة الاستمرار في ارتكاب المخالفات المهنية والذي مخالفة تانية حضرتك ارتكبتها لما استندت على قيل وقال دون تحري ودون معرفة مصدر ودون دليل محدد وأنا هنا مش بتكلم قانون بتكلم مهنة التزمت على شفت بلاغ متقدم ضد شريف عامر شفت كلام شريف عامر غيره لما كان ده مسموح بي على فكرة وكان بيحصل في مصر في خمس ست سنين أنا ما عملتهش دكتور مبروك عطية كان طالع في البرنامج ده بتكلم على موضوع في بداية الأسبوع بدأ بحضور رئيس الجمهورية لمناسبة عامة كبيرة خاصة بإطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية ولما كان الكلام مستمر عن تنمية الأسرة المصرية كانت الشك هو المستمرة دايما الزيادة السكانية نتعامل معاها ازاي يبقى مهمة الإعلام هنا لأنه صاحب التصريح هو رئيس الجمهورية الكنيسة والجامع الأزهر والكاتدرائية والحكومة والرئاسة والمجتمع اللي هو الدولة كله والبرلمان بيتكلموا عن الزيادة السكانية لما السيد رئيس الجمهورية يقول من غشنا فليس منا أو يتحدث عن ضرورة الكشف الطبي قبل الزواج وده بيتم منقشته في البرلمان هل لما البرلمان يناقش فكرة الكشف الطبي ده معناه طعن في سلامة المصريين الصحية والجسدية والنفسية هل يختلف الكلام عن الشروط الشرعية للزواج وفقا لعالم فقه كبير وبعدين مهمة الإعلام أنه يقول له ثانية واحدة فهمني المشاهد اللي بيقرأ جورنان اللي بيقرأ شاشة تليفون اللي بيبص على الإنترنت واجبي تجاهه وحقه علي وأنا هنا برضه وأتكلم في أصول المهنة أني أسأل واستفسر وتحدى أو أشوف صلاحية الكلام اللي بيتقال لي وده يتحط قدام المشاهد خصوصا لما يبقى صاحب اختصاص يعي ما يقول وما ينطق عالم وبالمناسبة الحمد لله سواء على مستوى الشاشة عموما أو على مستوى البرنامج اللي أنا بتشرف بتقديمه فأتصور أنه كل ضيوفنا من بنسميه الأوثورتي يعني كل ضيوفنا من الأصحاب السلطة في تخصصهم ليهم مستوى بنتكلم معاه إيه الفرق بين طريقة نشرح بها للناس ويا ما فشلت ومعرفناش نعم الحاجة بدلين هلسه بتكلف في الموضوع وبين أنه يتم مناقشة في البرلمان أنه يبقى فيه كشف طبي للمتقدمين للزواج إيه الفرق لما تسمع فكرة ما انتش عارفها أو مش تقليدية بالنسبالك وبعدين تطلب شرحها لكن لا تكتزئها وتخرجها عن السياق وترتكب ذات الجرائم اللي المجتمع ده عانى منها على مدى خمس ست سبع سنين فاتوا ناس تاخد كلام وتكتزئوا وتردوا مرة تانية لهوى في نفسهم وبعدين في كلمة تانية أنا عايز برضو يعني إيه أقدم لحضرتك ما أنا قلتلك أنا راجل خدمني ربي وقدري بإن أنا أعدت مع أسدزت أسدزتك وأسدزتي تمام؟ كان من الأفضل إنك ما تستخدمش كلمة المرصد لأن كلمة المرصد في البيان معناه الدقة معناه إنه فيه واحد متابع مش واحد دلجنة متابع متخصص ودقيق هو المرصد شافت ثلاث دقايق خمسة وخمسين سانية ومقدرش يشوف أربع دقايق تلاتين سانية بلاش يشوف اللي 24 دقيقة الحوار كاملا يعني لكن كان شاف خمس دقايق مثلا كان ممكن إذا كان هناك الرصد الدقيق بالسياق إنه يتعرض كاملا لا ياتب اجتزائه مرة تانية أنا عمري ما كنت جزء من خبر وعمري ما حبيت إن أنا بقى جزء من خبر وده سهل جدا 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 بس أنا بمشي ظهري مفروض وراسي مرفوعة وإذا كان زي البيان اللي ظهر بإنه حضرتك هتتقدم ببلاغات للنيابة فأنا بس بأرجوك أرجوك إنه ما يتمش الاجتزاء إنك تعرض الفيديو كامل وما يتمش الاجتزاء ورمي الناس بالباطل لأنه على فكرة برضو لأساتزك كبار اللي أنا قلت اسمهم دول ما كانوش بيرفعوا عضايا على بعض ودي شوية قيم أنا تعلمتها يعني أنا مش هرفع عضايا عليك لكن لما هتقدم ضد بلاغ كتب عليكم القتال هعرف كويس أدفع عن نفسي قانونيا ومهنيا لأنه الحجة في مواجهة الحجة توجيه اللوم في مواجهة اللي بيحصل يبقى على السادة الزملاء اللي هو حضرتك أو الرصد إنه ما ترتكبوش اللي بتطلبوه من الناس من يتحمل مسؤولية تأسيس نقابة وأنا قاصد الكلام اللي أنا بقوله تأسيس نقابة إعلاميين رقم واحد أن يضرب المثل أن يكون القدوة أقول لحضرتك أسماء نقاباء الصحفيين وتاريخهم في مصر كانوا بضربوا القدوة كانوا بيختلفوا على قضايا عامة ويكتبوا مقالات وعواميد وما رفعوش قاضي على بعض فأنا مش حبادر بحاجة بس أنا تحت أمر حضرتك كل اللي بطلبه بس رجاء أن رجاء أن حضرتك لما تقدم أي نوع من اللي سميته غض من فايد وأنا فعلا يعني برضو يعني الحمد لله أنا عدت بشتغل صحفي كتير فأعرف أكتب صيغة كويسة كان ممكن أكتب لحركة صيغة أحسن من كده حقي لأنه لما تقدم هذا الغيض من فايد وتقول أنه شريف عامر بيهين الشعب المصري يبقى أنت رجل غلطان أنا عمري ما كنت أتصور أن أنا أكلم حد بهذا الشكل على الهواء مباشرة عمري أستقول لك حاجة أنا رجل ربيت عيالي خلاص وعلمتهم وممكن أععد في البيت ومعنديش أي مشكلة لكن أقدر أرد ودافع عن شرفي المهني كويس؟ فاهم كويس أوي يعني إيه لغاية دلوقتي؟ النزاهة المهنية professional integrity والتهلك باللغتين فاهمها كويس أوي وبامشي كل يوم على الإزاز بامشي كل يوم على الشعرة كويس؟ وده لأني بخدم اللي بيشوفني أنا مديون للي يشوفني بأن أنا أعمل التزامي له مش هعرض لحضرتك فيديو أكتزقه ومش هقول معلومة أنا مش متأكد منها لأن أنا بكلم المشاهد وشغال عنده وبكلم المتلقي للمادة الإعلامية وشغال عنده أغلط؟ أه ممكن أغلط ويطلع اللي عنده معلومة الغطأ الغلط بتاعي يصححها في التو واللحظة أرجو أنه لجان الرصد أو ما يسمى بالرصد يكون شاف الكلام ده قبل كده بالنسبة للشييف عامر على مدى سنين طويلة أو على مدى تشرفي بوجودي في أم بي سي مصر والكلام ده أنا بقوله لأنه برضو مرة تانية في صلب مهنتي وفي صلب موضوعي مرة تانية أنا هاعرض لحضراتكم الفيديو الفيديو اللي كان بيتكلم زي ما المجتمع كله بيتكلم رئاسة وحكومة وبرلمان ومجتمع مدني كله بيتكلم عن الغش في الزواج وبيتكلم عن مشكلات الزواج لغير المؤهل للزواج إحنا بنتكلم عنه وبمية طريقة بس إحنا بنعرف بنعرض ونتفاهم ونشرح ونسيب الأفكار مفتوحة أفكار ما بتهديتش حد بالعكس الأفكار تخلي الناس تقتنع بالكلام اللي أنت بتقوله وتوصل رسالتك طول ما أنت بتوصلها بأمانة مرة تانية هاعرض لحضرتك الفيديو اللي يبدو إنه لجنة الراصد ما قدرتش تكمل إلى 20 دقيقة أو ما يدرتش تكمل في 50 سنة من حقي أن أنا سيطر على مسألة دي أو لا مش من حقي من حقي أن أنا ما جيبش خالص نعم وواجب علي أن أنا ما جيبش خالص وواجب علي أني ما تجوز أصلا أنت روحت على طول من الأول من الأصل الأصيل ليه ناحية تانية ليه تبتكلم على ناس الإسلام أجاز وأباح لهم الزواج هم مين اللي ما بتقلش في الإعلام اللي ما بتقلش هم الجمعة في خطبة الجمعة أنا أقوله لك اللي قالب به في النكاح والزواج الجواز منه واجب ومنه حرام ومنه مكرو ومنه مندوب قبل ما نبدأ فيه سيبنا ليه المقدمة الخطيرة دي اللي أنا بدرسها مع الطلبة في كلية الدراسات العليا قسم الفخ العام طب اشتح لي الأربعة بقى واحد متى يجب الزواج متى يكون الزواج واجبا طب اهن حكتين القدرة على الإنفاق والقدرة على معاشرة المرأة هنا هنا واجب لو عندك البندين دول يبقى واجب يزني يعني ما هو حيموت على امرأة وفي نفس الوقت قادر يفتح بيت تحقق تحققت فيه الباقة والباقة لفظ جامع للتنين على فكرة مش مادية بس الباقة جامع للتنين القدرة على تسيير الحياة كريمة معترمة من غير شكاوي وتوادير قدام المحاكم لا وبكل اللي فيها بقى بتوازن نفسي وباستعاب وفي نفس الوقت الرغبة في معاشرات الحريب تعال بقى الديني جملة في النص تلات اربع سكان مصر جايين من زيجات حرام لا لا دي جملة بالراحة انا عالي بقول ايه الزواج زوجتك واثنين شهود بأزواج شرعي ولكنه حرام معلش برضو انا محتفظ انه ده جملة خطر قطع كتب قطع كتب على طول نتفنها يا بي غير القادر على الباقة جوازته حرام اللي يجوزه حرام عليه اللي يجوزه ايوه و هو لما يطلب الجواز حرام عليه الناس ثقافتها اجبر اتجوز افرح بعيالك اجبر اتجوز حنتجوز من حق ان انا سيطر على مسائل من 3 دقايق 59 سنية ل4 دقايق 30 سنية ده من غير اجتزاء بطلب مرة تانية من الاستاذ طارق سعدة القائم باعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة اجراءات تأسيس نقابة الاعلامين ده مش كلامي ده قرار السيد رئيس الوزراء انه يمارس اللي بيطلبه من الناس وانه ما يعملش جرائم مهنية تخص شغلتي وشغلته وشغلانتنا اللي هي حق للناس انا كنت بتكلم في اللي يخصني بس بالنسبة للمؤسسة اللي انا بتشرف بالانتماء لها فهي اصدارة بيان والبيان ده موجود على مستوى الوسائل الاعلام كلها موجود على مستوى الصفحات الانترنت التابعة لمؤسسة ام بي سي بشكرهم شكرا جزيلا ان والله العظيم يعني انا مشوفتش مال البيان ده إلا زيكم فبشكرهم شكرا جزيلا على انهم يعني ايه حطوني في السياق ان انا راجل بشتغل شغلتي كويس فانا ده البيان اللي خص مؤسسة ام بي سي وشاشة ام بي سي مصر غير كده ما عنديش كل اللي نرفزني بس حكاية اهانة الشعب المصري اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم زي ما بيقولوا كده بس احقول حاجة ثانية زي ما قلتلكم انا اتعلم تمشي مستقيم الظهر ومفيش على راسي بطحة وابويا كان كتب كلمة كده في مقال زمان شفتها وكانت عجباني جدا وحستخدمها الجملة دي الجملة دي هي انه القاصي والداني دي الملكية الفكرية بتاعتها لاني ما باخدش فيديوهات من غير ما بابقى ملكية فكرية يعني فالكلمة دي كتبها الاستاذ مونير عامر وانا حسمح لنفسي باني يعني ابنه فهستخدمها القاصي والداني والدني يعرف ان انا رجل مفروض الظهر ومفيش على راسي بعد طحة ديان مؤسسة MBC موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة